خلينا نبدأ بتمرين الأهلي النهاردة طبعاً مبرح كان راحاً مستر بيتسو موسيماني بعد مطش أمبي قرر يدي الفرقة راحاً 24 ساعة والنهاردة الفرقة رجعت للتمرين مرة تانية التمرين تحديداً خلينا أولي حالكم خلصت من ساعة تحديداً وزا مننا شريف شعبان موجود داخل النادي الأهلي وتابع الحقيقة التمرينة فخلينا نروح نطمن منه على الفرقة نطمن منه على بعض اللاعبين نعرف تفاصيل وأخبار السعادة النادي الأهلي لبداية وانطلاقة المسلم الجديد شريف يا مساء الخير وإزايك؟ وخلينا نطمن منك على تمرينة الفرقة النهاردة تعالي تريك طبعاً زميلي أحمد ولكل متابعي ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل الأهلي بعد أجازة استمرت حوالي 24 ساعة باستدف تمريناته اليوم في الرابعة والنصف عصراً يمكن مدأها بمحاضرة في أرض الملعب ما بين الجهاز الفني والإداري طبعاً المستر بيتسو موسيماني وباقي الجهاز ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيزي لتكلم فيها مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة بكرة يكون في مباراودية في الرابعة والنصف أمام فريق الغابة هتكون في استاد ألتتش أو ملعب ألتتش يا رب بإذن الله بكرة اللاعبة تنفذ فكر مستر بيتسو موسيماني النهاردة كان فيه بعض الناشئين في المران طبعاً اللاعبات الدولية كلهم بينتظموا إلى منتخباتهم منتخب مصر وباقي المنتخبات كان فيه النهاردة زي ميكوسوني وعلي معلول كانوا موجودين وأيمن أشرف عملوا بعض الاستشفى قبل الانضمام إلى المنتخبات باقي اللاعبين انضموا إلى منتخباتهم النهاردة تدريب بدني ثم تأسيمة في نصف الملعب مستر بيتسو موسيماني أوقف التأسيمة أكثر من مرة لتصحيح بعض الجمل اللي بيقوم بيها لعبي الفريق والنهاردة كان المران قوي جداً وظهر فيه أكثر من لعب بمستوى رائع جداً خلينا تطمن منك على بعض الأسماء يعني عايز أعرف حالة كابتن محمود متولي حالة طهر محمد طهر تكلمني عليهم شاركوا مشاركوش هل كان ليهم برنامج خاص ولا كان ليهم جزء مرتبط يعني كان مشاركة مع الفريق في التدريبات بشكل عام تمام ملف الإصابات الخاص بالنادي الآلي يبدألك بمحمود متولي اللي عنده التهبات في أوطار الرجب خلاص بتتكلم في أربع خمس أيام بإذن الله وهيكون موجود مع باقي زملائه الفترة اللي مفهاش مباريات الفترة دي فترة كبيرة فالجهاز الطبي مش بيتصرع في عودة اللاعبين فخلاص بيعني بيشتغل بريحية خالص عشان خاطر ما يستعجلش في عودة اللاعبين التهربة عنده إجهاد عام هتلاقي بكرة وبعد بكرة بكتير موجود في المران طاهر محمد طاهر أيضاً إجهاد عام هيكون بكرة وبعد بكرة في المران حسين الشحات عنده وجهات في العضلة الضمة يومين ثلاثة وهتلاقيه في المران ياسر إبراهيم عنده وجهات في العضلة أمامية وبرضو يومين وهتلاقيه موجود في المران بيرستاو خلاص في مرحلة النهائية النهاردة يمكننا صورناه هو بيجري التأهيل العملية الأخيرة في العودة من العضلة الضمة وكان بيجري حوالين الملعب وبيخش الجيم ما شاء الله نمسك الخشب مفيش خالص زكة في جريته دكتور طبعاً أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي قال لي أن فيه إيميل جيه من منتخب الجنوب أفريقي وأسنع على البرنامج العلاجي لبيرستاو وخلوا طبعاً أو استمرار بيرستاو يكمل علاجه في النادي الأهلي وما يحضرش معه التجمع الدولي لمنتخب جنوب أفريقيا طبعاً كل دي سقة كبيرة في الجهاز الطبي للنادي الأهلي الناس بره أسنت على عمل الجهاز الطبي في النادي الأهلي ده ملف الإصابات الخاص بكل لاعبي النادي الأهلي طيب عايز رؤيتك أنت ومن خلال متابعتك لتمرينة النهاردة في اسمين تحديداً الجمهور بيسأل عليهم وعلى مدى جهزيتهم إزاي شفتوا مشاركتهم في تمرينة النهاردة يا شريف محمد محمود وعمار حمدي تمام محمد محمود حدث ولا حرك ما شاء الله عاوز يرجع عاوز جعان كورة سيما بيقوله النهاردة عامل تمرينة ولا أرع ولا أجمل رمانة ميزان في تمرينة تنادي الأهلي النهاردة في التأسيمة لفت نظري طول التأسيمة أو طوال التأسيمة أنا الصراحة كنتمستمتع جداً بمحمد محمود لعيب على مستوى عالي جداً لعيب جميل تحب تتفرج عليه النهاردة اللي ما شافش محمد محمود في التمرينة فاتوا كتير جداً عمار متعلق كريم متعلق الكل متعلق ولكن النهاردة اللي كان لنفت الأنظار ويبدو أنك زميل أحمد كنت بتابع المران ولا يبش عارف محمد محمود النهاردة بيقدم واحدة من أجمل تمرينته طيب أنا بشكرك شكراً جزيلاً زميل عزيز شريف شعبان كنت معنا من داخل النادي الأهلي ودي كتت أخبار تمرينته النهاردة وبمناسبة كلامي مع زميل عزيز شريف على عمار ومحمد محمود أنا حابب الحقيقة الاتنين لأنه أنا شايف أنه مش أنا بس يمكن جماهير الأهلي مراهن عليهم بشكل كبير ومرهن على كل الأسماء اللي انضمت سنة دي يعني سواء بيرسيتاو إن شاء الله لما يبقى جاهز ولائق بدنياً رهن كبير جداً على بيرسيتاو ميكي سوني أعتقد أنه في الظهور الأولي في المساحة اللي ادهاله الجهاز عشان يظهر في الماتشين بتوع طلايع وبتوع وبتاع أمبي أعتقد أنك شفت إمكانيات العيب لما يدخل فورما وينسجم وتكتمل الناحية البدنية عنده أعتقد إضافة كبيرة جداً ومؤثرة جداً وأنا متوقع أنه يكون واحد من أهم زي ما قلت على ديانج من بدايته يعني أنا قلت من بدايات ديانج أنه ده حقيقة اللي اختار واللي قرر واللي اتعاقد صفقة في الجون من الأول واضحة جداً بيبان لعيب الكهرة يا جماعة